أصدر قاضي الحكم بمحكمة بيرموراد ريس اليوم حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار ضد رجل الأعمال علي حداد المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور كما أصدر القاضي حكماً بالحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بعشرين ألف دينار في حق المتهم الثاني في القضية حسن بعلام المدير المركزي للوتائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية